أعلن وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الانتاج والمشاريع المهندس عاد الكاظم جريان عند زيارته محطة وسط الحرارية والإشراف على إدخال الوحدة التوليدية الثانية بطاقة 330 ميجاواط عن بلوغ إنتاج منظومة الطاقة الكهربائية لحدود 14500 ميجاواط ونوها أن هناك وحدات إضافية سيتم إدخالها للخدمة ومنها وحدات محطتين بسماء والرميلة الاستثماريتين ومحطة لمسية بالحرارية فضلا عن إكمال الصيانة لوحدات أخرى خلال الأسبوعين المقبلين ليصل إنتاج الطاقة الكهربائية لمنظومة الكهرباء الوطنية إلى 17 ألف ميجاواط مما سينعكس إيجابيا بزيادة ساعات التجهيز للمواطنين